مشاهدي قناة مكسابات التعليمية مرحبا بكم في صفحة ثلاثة وعشرون قد نمشيه لتطبيقات الكتابية أقرأوا النص وأكتبوا علامات الترقيم الناقصة فعندنا إما علامات التعجب ولا الاستفهم ولا النقطة فعلامة التعجب كنا نوضعها من اللي كان تعجبه ومن اللي يكون شي حاجة فيها التعجب الاستفهام من اللي كان طرح السؤال أما النقطة في النهاية دي الكلام التام إذن قلنا النقطة في نهاية الجملة التامة علامة الاستفهم للسؤال وعالمة التعجب للتعبير عن شعور إذن قلنا تعجبه ما أجمل الأزياء المغربية فهنا تعجب هنا لتعبير عن شعور فعندنا نديره نديره علامات التعجب هل تعجبكم الأزياء المغربية؟ هل إذن قلنا نطرح السؤال هنا فشنا نديره علامات الاستفهم نعم فاصلة أنا كذلك أعشقها عشقا كبيرا أنا كذلك أعشقها عشقا خبيرا هنا الجملة تامة الكلام تامة والجملة مفيدة أعشقه الجلباب والقفطان المغربيين كذلك هنا الكلام تام نقطة أعشقه الطربوش الأحمر بخيوطه السوداء كذلك الجملة هنا تامة أعشقه حضور الحفلات والأعراس حيث يرتدي المغاربة صغارا وكبارا أزياءهم التقليدية أيضا هنا الكلام تام والجملة مفيدة فتختلط الألوان الفاتحة بالألوان الغامقة أيضا الكلام تام وتمتزج تصميمات العتيقة بالعصرية ما أروع الملابس المغربية ما أروع الملابس المغربية لأن هنا علامة التعجب تعجب للتعبير عن شعور النقطة نهاية الجملة التامة علامة الاستفهام قلنا للسؤال ثانيا استخرجوا من النص الكلمات المتضادة الكلمة ضدها قلنا استخرجوا من النص كلمات متضادة هل تعجبكم الأزياء المغربية نعم أنا كذلك أعشقها عشقان أعشق الجلبابة والقفطان المغربية أعشق الطربوش الأحمر بخيوطه السوداء أعشق حضور الحفلات والأعراس حيث يرتدي المغاربة صغارا وكبارا إذا لدينا صغارا كبارا نبدوها كبار صغار كبار فتختلط الألوان الفاتحة بالألوان الغامقة فاتحة الفاتحة عندنا الغامقة وتمتزج تصميمات العتيقة بالعصرية عتيقة عصرية عتيقة أي تقليدية وقديمة عتيقة عصرية عتيقة ضدها عصرية ثم ثالثا أنشئ من الكلمات ثلاث جمل مفيدة وأضع علامة الترقيم المناسبة أنشئ من الكلمات إذن من هذه الكلمات سننشئ ثلاث جمل مفيدة وأضع علامة الترقيم المناسبة إذن سنكتب يرتدي يرتدي الرجال يرتدي الرجال ملابس ملابس عصرية هنا سنضع نقطة لأن الجملة مفيدة والكلام متام يرتدي الرجال ملابس عصرية ثم نطرع هنا سؤال هل سبق هل سبق وأن هل سبق وأن وأن ارتديت هل سبق هل سبق وأن ارتديت هل سبق وأن ارتديت جلبابا جلبابا بلون غامق هذه الجملة الثانية ثم الجملة الثالثة ما ما أروع ما أروع أزياء أزياء الكبار علامة التعجب ما أروع أزياء الكبار إذن يرتدي الرجال ملابس عصرية هنا الجملة مفيدة هل سبق وأن ارتديت جلبابا بلون غامق سؤال ما أروع أزياء الكبار ثم أنشئ من الكلمات ثلاث جملة مفيدة وأضع علامة الترقيم المناسبة القطة أطعمت أمينة رتبوا هذه الكلمات باش نحصل على جملة مفيدة أطعمت أمينة القطة أطعمت أمينة القطة القطة كل رقية تلاعب يوم إذن تلاعب رقية كل يوم القطة تلاعب رقية كل يوم القطة تلاعب رقية كل يوم القطة السبت يوم سافر علي علي أهل إذن قلنا أطعمت أمينة القطة هنا نقطة تلاعب رقية كل يوم القطة نقطة كذلك ثم هل نبدأ هنا بالسؤال هل سافر علي يوم السبت هل سافر علي يوم السبت مش سافر علي يوم السبت تلاعب رقية كل يوم القطة فهنا الكلام تام الجملة مفيدة أطعمت أمينة القطة فأمينة أطعمت القطة وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 23 نتقي في الصفحة 24 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق البصف أو بالرجوع إلى البلاي لس الحصة المقبلة إن شاء الله سنجز التعبير الكتابي أكتب مسودة توليد الأفكار سنجز هذه المسودة فيما بعد سنضع الصحيح لهذه المسودة إذن نلتقي في حسن أخرى إلى اللقاء